موسيقى من مدينة شرم الشيخ الرائع من هذه المدينة الساحرة الخلابة هذه المدينة التي حرم منها الكثيرون في عصر النظام الفاسد زمان أيام النظام السابق كان كثير من الشباب الملتزم في المحافظات المصرية المختلفة يسمع عن مدينة شرم الشيخ عن تلك المدينة الساحرة الخلابة ذات الطبيعة المبدعة المميزة التي صنعها الله عز وجل حرم منها الكثير بسبب أن حسن مبارك في عهد النظام السابق اصطفى هذه المدينة لنفسه ولبعض زبانيته وللسياح الأجانب بشكل عام وحتى المصريين الذين كانوا يدخلون إلى شرم الشيخ كانوا يدخلون بتصريح معقدة خاصة لو كان الشباب أو كانوا يدخل شرم الشيخ من المنتمين للتيار الإسلامي خوفا على السياح وإرهابا للسياح من هؤلاء الملتزمين كثير من الشباب الملتزم حرمة من دخول شرم الشيخ وكان يسمع عن شرم الشيخ من خلال التلفزيون كان يسمع عن شرم الشيخ من خلال الشباب الصحاب وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وإن هذه المدينة الرائعة الخلابة وإزاي تكون مصري وما شفت الشرم الشيخ وكان كثير من الشباب حابب ونفسه تتوق أي يذهب إلى هذا المكان اللي هو جزء من بلده واللي سياح من كل أنحاء العالم بي Anyways المدينة شرم الشيخ وهو مش عارف روح هذا المكان وأيضا كان هناك ممارسات إعلامية تمارس على الملتزمين تمارس على الطيار الإسلامي أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة العهر هي مدينة الفجور هي مدينة الفسق هي مدينة لا يجوز للملتزمين حتى الإختراب منها لأنها لا تتناسب مع التزام هؤلاء الملتزمين لكن حينما أتينا إلى مدينة شرم الشيخ هذه المدينة الرائعة الخلابة ووجدنا شرم الشيخ التي لم نكن نعرفها من قبل شرم الشيخ هذه المدينة الخلابة ذات الطبيعة الساحرة نتجول في شرم الشيخ مع كثير من أهل شرم الشيخ وكثير من السياح ونقول لكم مرة تانية مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكما قلنا لكم من مدينة شرم الشيخ تلك المدينة التي لم يكن للملتزمين يعرفون عنها شيء إلا من خلال التلفاز ومن خلال الإعلام بشتى وسائله حرم منها الملتزمون طيلة الفترة الماضية من الذهاب إلى مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بهذا الجمال الرباني وبهذا الصنع الرباني الذي أتقنه الله عز وجل حرم منها الكثيرون لأن مبارك كما قلنا في بداية الحلقة اصطفى هذه المدينة له ولزبانيته وجهت لقناة الرحمة الفضائية ولأسرة برنامج مع الشباب وأيضا فضيلة الشيخ أمين الأنصاري دعوة من الحق جلال إسماعيل رئيس جمعية مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ لنذهب لزيارة هذه المدينة كرحلة دعوية بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حافظه الله ذهبنا إلى شرم الشيخ إلى خطبة الجمعة مع فضيلة الشيخ أمين ووجدنا تعطش للدعوة وحب للمشايخ والعلماء لم أكن أتخيله أنا شخصيا كنت متصور أننا سنحضر خطبة الجمعة فنلاقي فيها مثلا خمسمائة واحد سبعمائة واحد ألف واحد بالكتير لأن الواحد ليس متصور عن شرم الشيخ هذا الإقبال على الله عز وجل وعلى مشايخنا الأجلاء بهذا الشكل الكبير نظرا أن شرم الشيخ بلد مليئ بالفتن فالواحد كان متصور من الناس اللي هيسيب الفتن الموجودة في الشوارع وهذا الجمال الرائع كمدينة سياحية رائعة ومدينة الكل يتوق لرؤيتها ويذهب إلى خطبة الجمعة أو للمحاضرات أو إلى غير ذلك لكن ما وجدناه في مسجد المصطفى في شرم الشيخ كان حاجة لا توصف يعني آلاف مؤلفة من الناس ومن جميع الجنسيات يعني تلاقي السعودي آد جنبك الإماراتي الألماني الفرنساوي الأمريكاني في مجموعة من الجنسيات المختلفة الكل يتوق إلى يسمع كلمة التوحيد والكل يحب المشايخ والعلماء لا سيما دعاة قناة الرحمة الفضائية وعدد كبير من مشايخنا من مشايخ القناة ذهبوا إلى مسجد المصطفى والكل أتى سعيدا فرحا بصحبة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري ذهبنا إلى شرم الشيخ وكان لي مع فضيلة الشيخ أمين الأنصاري حوار على البحر في شرم الشيخ نشوف الحوار ونرجع تاني وفي جولة جديدة من جولات برنامج مع الشباب وفي مدينة شرم الشيخ هذه المدينة الساحرة الخلافة الطبيعية وهذه المدينة التي كنا نسمع عنها وما كناش حتى يعني بمفكر نحن نشوفها أيام النظام السابق ومعنا في هذه الجولة فضيلة الشيخ أمين الأنصاري مستمتعين معه في هذه الرحلة الرائعة فضيلة الشيخ أمين السلام عليكم وعليكم السلام عليكم مرحبا شرم الشيخ أمين شرم الشيخ كنا نسمعوا عنها كفئة ملتزمة وما كناش نعم تخش شرم الشيخ للتصريحات المعقدة أيام النظام السابق وقد إيه كان حسن المبارك والزبانية التي حوله كانت مصطفية هذه المدينة لهم شرم الشيخ بعد الثورة شايفها إزاي؟ والله أولا أنا أحب أقول لكل إخواني المشاهدين والذات الشباب أن إحنا جايين هنا بنشتغل إحنا جايين نعمل تقارير وجايين نصور الناس اللي بتسلم والمساجد وحياة الالتزام اللي موجودة داخل شرم الشيخ لكن حقيقة أنا تعليقا على اللي أنت قلته هو فعلا أنا بعد ما زورت شرم الشيخ اكتشفت أن المسألة متعمدة مسألة أن هي تسويد منظر شرم الشيخ أنها كلها عري وكلها فسق وكلها أجانب وكلها مخدرات وهكذا واللي يروح هناك يبقى متهم الحقيقة أن المسائل دي موجودة لكن أنها تصبح مانعة للمصريين أن هم يدخلوا بلادهم ويصبحوا غرباء داخل ديارهم ده بقى اللي أنا اكتشفت فعلا أن هذه الصورة لما تبلغ المصريين هيوصلوا للمرحلة دي هيبقوا غرباء داخل ديارهم ومش هيبقوا موجودين داخل بلادهم على أنهم أصحاب البلد تخيل أن الأجانب والسياح بيستنكروا علينا أن إحنا موجودين لأن الشكل مش مألوف أثناء تجولك في شرم الشيخ لو قلت لحضرتك أكتر حاجة شدتك والله أكتر حاجة شدتني يمكن منظر المساجد مسجدين كبار جدا مش موجود زي يوم في القاهرة مسجد المصطفى ومسجد الصحابة طيبة قلب الناس الموظفين العمال والبلد نفسها جميلة جدا متى يحق لنا كفئة ملتزمة عن نظر شرم الشيخ وما هو الوجب على الحكومة في هذا الأمر الأول للأسف الشديد كان ممنوع أي واحد ملتزم يدخل شرم الشيخ ببطاقة ومن غير بطاقة كان ممنوع دلوقتي الحمد لله الأمور بقت سهلة والأمور بقت أحسن والعايز يجي يتفضل بس يجتنب الشر الموجود العري والكلام ده وإحنا طبعا منشجع بلادنا فيها خير كتير جدا نملى الأماكن دي عشان يعني عشان ما نديش فرصة لغيرنا يملها غلط أنا عايز الناس تبدأ تفكر بشكل جيد يا جماعة دي منطقة في بلادنا إحنا الأقل عددا فيها ودي حاجة فضيئة يعني دي حاجة صعبة جدا رسالة للحكومة كيف يهيئ الجول مثلا لفئة الناس الملتزمين حابين يشوفوا البلد وما ينحرموش من خيارات بلادهم ممكن يوفروا لنا إيه مثلا تهيئة أماكن وشواطئ بعيدة عن السياح والمناظر الفاعوري والأخلاق التي تنافي الإسلام محتاجين تيسير رحلات للشباب يقدروا يستمتعوا فيها ببلادهم من غير من غير مشاكل إحنا محتاجين برضو محلتنا وشبابنا وإخواتنا وولادنا اللي موجودين في شرم الشيخ إنهم يشتغلوه وشؤولانا شريفة مش لازم يقدم خمره مش لازم يعمل حاجة غلط وإحنا برضو عايزين ننشط حاجة مهمة جدا وهي الدعوة دعوة سأسأل حضرتك على الدعوة أنا شخصيا أشهد كنا من إحدى خبرة الجمعة مع خبرة الشيخ خميل أنصاري في مسجد المصطفى وهذه الحضور الحاشدة التي كانت موجودة في المسجد سواء خارج المسجد وداخل المسجد ومدى تعطش الناس للدعوة يعني الناس في شرم الشيخ بيسألون عن مشايخ خناة الرحمة شيخ شيخ وخاصة الشيخ محمد حسان وهيجلنا إمتى متعطشين فعلا وحبين وجود المشايخ عندهم وبعد الخطبة وجود إحدى الأخوات اللي أسلامت وأشهرت إسلامها على إيد فضلت الشيخ أمين الأنصاري إمام المصلين كلمنا شيخنا عن شعورك مع إسلام هذه الأخت بعد صلات الجمعة وأنا عارف إن دي مش أول مرة الله يكرم دي كانت أخت أولندية والحياة هي الحمد لله تعالى ربنا أكرمنا بإسلامها معنا وبرضو كان فيه قابليها في الخطبة اللي فاتت أخت ألمانية أيضا أسلامت وكانت معنا أيضا وهو بيسلم الناس كتير جدا في المكان دا احنا عايزين يعني فيه دلوقتي مشاريع دعوية موجودة داخل شرم الشيخ اللي هي بالكتاب والمطوية بس من أكتر الأشياء اللي اتدخل الناس في الإسلام هي رؤية أخلاق المسلمين دعام المهم جدا موضوع الأمانة الخلق التعامل ده هيبقى دعوة إلى الله عز وجل ربما ممكن حتى أكتر لو سمعوا خطبة أو محاضرة أو سمعوا أي حد الشيخ والمشايخ بيبلغهم عنديني الله عز وجل هم كمان متعتشين يعرفهم إيه هو الإسلام دا هم دلوقتي بيسمعوا الإسلام برا بشكل مشوه لما بيدخلوا مصر بيبعزين يعرفوه بشكل طبيعي بشكل يعني مباشر بيروحوا بمسجد المصطفى بيروحوا بيلفوا فيه بيحبوا بقى الإسلام فيه مشاريع إن إحنا نعرفهم بالإسلام الصحيح سواء كان بقى من خلال شاشات بلازمة ومتصلة بدورة بدورة إزعائية معينة التعريف إيه هو الإسلام من هو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله من هو من هو الله ماذا تكسب إن أسلمت هم متعطشون وفيه ناس كتير بتسلم يعني إحنا مش عايزين كل انشغال الشباب بيبقى استغلال المواقف في حاجة حرام استغلال المواقف في حاجة فيها خمر في حاجة فيها نساء فيه دعوة إلى الله فيه أمانة فيه صدق فيه تجارة وفيه شغل وفيه فلوس اشتغل صح بس بتعملش حاجة حرام إينا طب لو قلت الحضارك في آخر حاجة نصيحة توجيها لكل الشباب مهما كان الشاب ملتزم لكن في ظل هذه الفتل الموجودة يعني اللهم استعال هم نفس الأسئلة بتوجه هي هي حكم بيع الخمر اي حكم الشغل في حاجة فيها في حاجة كده احنا بنقول لهم طب احنا ما المشأة المشكلة دي كلها تتحل لو إن المسلمين اللي جايين من بلادهم سواء كان في الخليجة وغيره جايين عارفين إن فيه حاجات هنا جميلة في بلادنا فيها حاجات حلال يعملوا الحلال ويتركوا الحرام كل المشاكلة تتحل ويستبدل السقح الأجنبي بالسقح الخليجي وحتى السقح الأجنبي لما يجي نعرفه بدنا ونعرفه بإسلامنا وكل يبقى كويس إن شاء الله بارك الله فيك فضلت الشيخ استمتعنا جدا بهذه الرحلة مع حضرتك ربنا يبارك فيك وهذه العمل في ميزان حسناتك وهذه الحشود التي استمعت إلى خبضة جمعة والمحاضرات والجولة الدعوية التي كانت في شرم الشيخ بارك الله فيك وإن شاء الله نوجه نداء للحكومة إننا لابد إن الفئة الملتزمة وفية التيار الإسلامي تحديدا يكون لهم نصيب إنهم يستمتعوا ببلادهم ويكون عندنا مدينة زي الشرم الشيخ كتير مننا ما يعرفش حاجة عنها لابد إن يكون هناك تهيئة يعني قرى سياحية مغلقة للملتزمين قرى سياحية أخرى نستطيع جميعا كمصريين مسلمين ملتزمين أو كعرب أو مسلمين بشكل عام إننا نذهب إلى هناك دون أن نرى الفتن الموجودة في شرم الشيخ بهذا الشكل الفظيع من ضمن الحاجات أيضا اللي شدتنا في شرم الشيخ هو تواجد عدد كبير من المرشدين السياحيين المصريين وغير المصريين والبعض من هؤلاء المرشدين السياحيين يستخدمون هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل بمعنى أنه بيأخذوا السياح الأجانب بيوريهم معالم شرم الشيخ وبيوريهم الشواطئ بيوريهم حتى المساجد الموجودة في شرم الشيخ من باب إنها بيعتبروها كمزارات سياحية فيستغل هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل وأصفر عن ذلك إسلام كثير من الأجانب داخل مدينة شرم الشيخ كان معنا حوار مع الأستاذ حسني سرحان أحد المرشدين السياحيين في مدينة شرم الشيخ نشوفه نرجع لكم مرة أخرى شرم الشيخ في ثوبها الرائع شرم الشيخ في ثوبها الذي لم يعرفه أحد أثناء مقابلتنا وجولتنا في شرم الشيخ تقابلنا مع أحد المرشدين السياحيين في شرم الشيخ وهو الأستاذ حسني سرحان سلام الله عليكم عليكم السلامة الله أهلا ومرحبا أهلا بيك كنت أتكلم مع حضرتك على وضع السياحة في شرم الشيخ قبل الثورة وبعد الثورة من حيث المقارنة شايفي الوضع عامل إزاي والله هو بالنسبة لقبل الثورة طبعا كانت الأعداد أكتر بكتير وبعد الثورة الأعداد أليت بس إن شاء الله يعني خيرا بإذن الله بعدما الأمور تستقر وهو طبعا يعني كل الحجزات حتى في شركات سياحة مقترنا دايما بشهر سابع على أساس بعد الانتخابات الرئاسية وبعد استقرار البلد فهتكون الأعداد في تزايد بإذن الله بالنسبة للوضع الأمني في شرم الشيخ في الإنفرات الأمني اللي مصر بتعيشه في الفترة الحالية شايفي الوضع يماشي إزاي يعني هل فيه أمن في البلد الناس ماشية والسياح ماشيين أمنين على حياتهم أمنين على متاجرهم أمنين على شغلهم ولا بالضبط هو الأمن الحمد لله رب العالمين مصر أمنة مطمئنة بإذن الله لإني ده موعود ربنا سبحانه وتعالى في قرآن الكريم طبعا بس هو طبعا كان فيه فلات أمن للظروف طبعا بتاعت البلد الطبيعية إن ده شيء طبيعي لازم أن يحصل بس طبعا كان شرم الشيخ أقل بكثير جدا مقارنة بأي بلد تانية في مصر يعني كان الأمن فيها كويس جدا طبعا كان بس بعض اختلافات بس من بعض السرقات أحداث شغب أحداث الوسائح اللي قتل في أحداث صرافة وغيره من هذا القبيل بس يعني أشياء لا تذكر يعني مقارنة ب لو حصل حاجة زي كده في دولة أوروبية يعني هنا طبعا الناس متدينين بطبعهم فبالتالي مع التدين فالجريمة بتقل فآه الجريمة بتقل فبالتالي يعني الحمد لله بإذن الله يعني مصر آمنة مستقرة بإذن الله بإذن الله عز وجل اتكلمت مع حضرتك ممكن قبل التصوير وكنا من نتكلم على حضرتك ممكن بجانب عملك مرشد ديني أنت تمارس عمل كداعية إسلامي وتصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاضر في الناس تغطب في الناس إلى غير ذلك قلتي لي أن أنا أستخدم هذا النمط الدعوي ودوري كداعية إسلامي أيضا من خلال عملي يمكن كلام الشيخ محمد حسان كان دائما يقوله يعني كل من داعية في مكانه لايس كذلك فالفكرة أنا حضرتك مرشد سياحي كيف كنت تمارس عملك كداعية إسلامي قبل الثورة وبعد الثورة يمكن قبل الثورة نعرف أنه كان وجود الأمن وأمن الدولة كان ممكن يعيق بعض هذه الدعوات التي ممكن شوفها أنها تمارس شيء ضد الآخر أو أنت بتحاول تخليع تنق حاجة هو مش مقتنع بها إلى غير ذلك من تلك التهم والتراحات هو أولا يعني هو كل مسلم في ميدان عمله لابد أن يكون داعي إلى الله بس إحنا يعني حتى بداية الدعوة بالنسبة للسائح أو كده أنت بتدعو أولا بأخلاقك وبالتزامك وبأدبك معاه وبسلوكك معاه وبعد كده بتبدأ يعني على حسب طبيعة عملك أنت مثلا النهاردة بتشرح في مسجد أو في كنيسة أو في معبد يهودي لا ينفض الإسلام أبدا فأنت بتكلم عن تعليم الإسلام عن تحسين صورة الإسلام حتى ولو لم يعتنق الإسلام خلينا نتكلم بشكل واقعي أكتر عشان الوقت اللي معانا حضرك قلتيني مثلا أن من ضمن البرنامج في الشركة اللي حضرك تابع إليها أنتوا بتزوروا مسجد المصطفى مع مجموعة من السياح واللي زي بتتكلم معهم عن الدعوة زي بتتكلم معهم عن المسجد إيه نمط الدعوة اللي أنت بتدخل للسياح من خلاله بالنسبة لنمط الدعوة اللي بنتكلم السياح عشانه بنبدأ تحسين صورة للإسلام أن الإسلام دين ليس سفاكا للدماء الإسلام دين بيأمر باحترام الآخرين ولكن طبعا فيه فرق شاسع بنوضح للزبون أنه فيه فرق شاسع ما بين الإسلام والمسلم المسلم ليس حكما على الإسلام لأن المسلم يصيب ويخطئ أما الإسلام فهو دين متكامل يعني لا تحكم على الإسلام من أفعال المسلمين لا للمسلم لأنه بيارها سلوكيات لا تليق ببعض الذين ينتسبون إلى الإسلام في بلدهم كهولندا مثلا في يعني أكثر أو حتى فيه شرم الشيخة أو في أي مكان هو ممكن أن يرده خاصة للناس اللي بتسلم جديدا لما تيجي مثلا في مكان زي شرم وتجد الشباب المسلم المصري أو غير المصري قاعد بعكس في دي وبعكس في دا وقاعد بيبص هنا وبيبص هناك وأفعاله وشكله لا يليق بشاب مسلم متزن فممكن هنا يأخذ صورة سيئة على الإسلام فسي ما حدثك قلت ما يأخذش صورة الإسلام من خلال أفعال المسلمين طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن الإسلام يطعم من ثغر أحدكم يعني الإنسان يبقى سبب في طعن الإسلام سواء تجارة أو هكذا وطبعا أنا أقدر كلمة العظيمة اللي قالها شيخنا الشيخ حسان ربنا يبارك في عمره ويزيد علما يا رب العالمين لو أراد رسول الله أن يجعل الصحابة كلهم أئمة على المنابر الفعل ولكن كلهم في ميدان عمله وفي موطن عطائه فالصانع في مصنعه والتاجر في ماتجاره والمرشد يعني طبعا نتساءل سيدنا رسول الله لما ربنا وضعه وضعه في وسط ناس يعني كانوا كلهم عبدت أوثان وعبده ولكن ربنا أراد له أن يهدي به هؤلاء الناس بالنسبة على عدد المنتسبين أو عدد الذين اعتنقوا الإسلام من الشرط على قيد حضرتك لكن في شرم الوضع عامل إزاي هل العدد في تكاثر أو أكثر يعني خلاني نتكلم كمان على أكثر الأفعال أو أكثر الأماط الدعوية التي تستخدموها مع الآخر في تعريفهم بالإسلام أي أكثر حاكم بتأثر فيهم يعني بتأثر فيهم احترام المصري للمرأة يعني هي المرأة يعني حتى بتيجي بتلاقي مثلا معاملة لها غريبة عن معاملة المصري لها هنا فطبعا لما بتتساءل معاي لا أنا ديني بيأمرني بكذا ديني بيأمرني باحترام المرأة ديني بيأمرني بأن أنا أغض بصري بعض المسلمين ولكن طبعا في مفارقات أخرى وفي ناس يعني بتسيء إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن من ضمن الحمد لله منذ أن أنشئ مسجد المصطفى يعني 67 واحد من سنتين ونصف أو ثلاث سنين أعلنوا إسلامهم في مسجد المصطفى مثلا أنا معايا ثلاثة اتنين من هولندا أعلنوا في المجمع الإسلامي الهولندي في أمستردام لم يعلنوا هنا في مصر ولكن الحمد لله واحد منهم قال لي أنت فتحت الباب يعني الحمد لله أنا هقرأ وهسمع وفعلا حضر دروس في المجمع الإسلامي الهولندي وأبلغنا وجهت تاني شرم الشيخ وكان قد أعلم إسلامه في المجمع الإسلامي الهولندي في واحد إنجليزي من أصل هندي بفضل الله تعالى كان معي في رحلة القاهرة وأعلن إسلامه هو وزوجته وابنه وبنته والسبب وراء كل هذا يعني معلومات بسيطة يعني والله هي معلومات مش كتيرة ولا حاجة ولكن هي أخلاقيات معلومات بسيطة هما يعني لا يعرفوا عنها شيئا برضو كان من ضمن الحاجات اللي بيشوكوا منها السياحين لما كلينا معاهم الأمانة كتير من الناس وخاصة يعني إلا من رحمة ربي يعني في بعض مثلا التكساجية بعض الناس التجار في المحلات أنت عارف بيستغلوا جهل السياح بالعملة المصرية فممكن مثلا يقولوا واحد تكس مثلا من ضمن الحاجات اللي سمعناها هنا واحد تكس تركب معاه واحد سايح فوصلوا مشوار فبقولوا بندرتك كام فقالوا والله 25 جنيه فالمهم يدالوا فلوس فالراجل التكساجي رجع له ربع جنيه على أساس ما كتب عليه 25 إرش على أساس أنه 25 إرش دول 25 جنيه هنا السايح لما طلع يتعامل مع الناس بره وبيدوم 25 إرش على أنهم 25 جنيه وفوجئ بالصدمة أنه دول 25 إرش وليس 25 جنيه كنت بتكلم هنا وما أين الإسلام أين الإسلام الذي تتكلمون عنه أين الإسلام اللي تبتلون هو دين المعاملة ودين الأمانة والراجل التكساجي المسلم اللي أنا ركبت معاه عمل معايا هذه الحركة المشينة رأي حضرتك في دور أن الإسلام معاملة فعلا وليس كلام يا أخي يعني والله لم ينشر الإسلام بالسيف ولا بالدماء ولكن نشر بالمعاملات ويمكن التجارة كانت سبب كبير جدا في نشر الإسلام لصدق التجار وأمانة التجار فالتاجر دا عليه حمل كتير كما قلنا كلهم في ميدان عمله وفي موطن عطائه فهو داعية إلى الله تبارك وتعالى طبعا السائح مجرد ما يشوف أنه يتنصب عليه أو مش هيحكم على هذا الشخص ولكن هيحكم على دينه بالذات إذا رأى يعني ما تسمى بعلامة الصلاة أو غيرها أو تملأه جبينه يعني وهذا الشخص سلوك ماذا سيقوله في الإسلام يعني الموضوع اللي حاجة بتحكي فيه دا ولا شيء بالنسبة لما يحدث يعني في الأهرمات عن قريب واحد بيفك 100 دولار 100 دولار إداله 4 تربع جنهات وراء 4 تربع جنهات وراء يعني أنا شفت الحدث الزبون مش معايا بس أنا دخلت عليه لثقة ويقيني أن أنا لازم أقف بجوار لأنه ينصب عليه أيا كان هذا مسلم أو يهودي أو نصراني أو ليس على غير أي ملة ولكن ديني يحتم عليه أن أنا شفت موقف بكل أدب وكل بساطة أقف بجوار كلمة أخيرة توجهها إلى كل الذين يعملون في شرم الشيخ من المسلمين أوجه كلمة إلى من يعمل في شرم الشيخ وغير شرم الشيخ اتقل لها حيثما كنت حيثما كنت الموضوع مش موضوع شرم الشيخ أو غير شرم الشيخ لأن بعضي في ناس وبالذات يعني هنا من العاملين في شرم الشيخ مثلا في رمضان ما يصومش طب ليه أنت مش صايم ليه يقولك ده احنا في شرم الشيخ شرم الشيخ الأرض لا تعيبك يعني إذا كان الأرض فيها ناس بتفعل فساد فأنت ستحاسب إذن فعلت الفساد يعني المشكلة مش في الأرض المشكلة أنك أنت اللي تكون يعني فاسد كباقي الفسدين ولكن اتقل لها حيثما كنت خلينا نتكلم ممكن للأرض لما كنت عايش في وضع زي هنا الوضع كله فتن كله بلاية الفساد متشرب من حولك هل الوضع ده هيسمح للواحد أنه يكون يتعبد الله عز وجل بشكل صحيح ولا شايف إن كتر فتن مش هيعرفي قوم والله هي طبعا بتختلف من واحد إلى آخر لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في قرآن واتقوا الله ما استطعتم فاستطاعة البشر تختلف عن استطاعتك تختلف عن استطاعة أي آخر وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب الإنسان هو ليه التقوى ما كانتش زي عمر أو زي أبو بكر أو ليه ما حققش التقوى ولكن هو فيه فتن بس انظر إلى باقي يعني شوف المساجد ورأيتم ومعنا يعني كان الشيخ أمين الأنصاري بالأمس يعني في بعض التصورات في بعض المساجد والله الشيخ محمد الزغبي لما أتى هنا إلى شرم الشيخ والله قال ما رأيته إحساسا يعني رقيقا كما رأيته في شرم الشيخ أخطف في مسجد اسمه مسجد الصحابة يعني لا يقل عن 20 ألف مصلي ما فيش مسجد في شرم الشيخ يكفي المصلين يعني مسجد المصطفى يصلي لا يقل عن 20 ألف مصلي غير الآخرين برا خارج المسجد أكتر من كده بكتير وبالرغم من كده يعني الحمد لله الدعوة منتشرة أفضل من الأول بكتير وكتير فالمشكلة مش في الأرض المشكلة في الناس نفسها شكرا جزيلا سيد حسني على هذا اللقاء وبإذن الله عز وجل نكمل جولتنا داخل مدينة شرم الشيخ انتظرونا نعود إليكم بعد خليل لما تكلمنا مع السياحة العرب والأجانب داخل مدينة شرم الشيخ يتكلموا معنا فعلا لهم أسلامه يعني يتكلموا معنا فعلا لأن أكتر حاجة شديدهم للإسلام هو تعامل الناس يعني لما يركم مع واحد تكسجف إليه أمين جدا لو ضعت معاه حاجة في عربية بلف عليه في شرم لحد ما يلاقيه ويددينه الحاجة بتاعته وأيضا في المحلات والتعاول معهم بمنتهى الأمانة في البعض طبعا ويقولوا أن التعاملات في الأخلاق والأمانات إلخة من هذه الأشياء يعني أكثر دعوة وأكثر تأثيرا فينا حتى من وجود شيخ على منبر ولا شيخ على قناة فضائية لأن ممكن أنا ما أتشدش إن أنا أسمع حد في مسجد أو أسمع حد على تلفزيون في قناة دينية لكن لما بروح أنا وبتعامل مع الناس وأشوف عندهم أمانة عندهم خلق في التعامل معنا بيكون أكثر في الدعوة إلى الله عز وجل معنا أحد البيعين البدو اللي شفناهم في شرم الشيخ وتكلمنا معاه ودردشنا معاه إيه رأيكم نشوفه نلقع مرة أخرى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تمام الله الله يكلم تشتغل إيه؟ رأس محمد لما الغداء بدوا هنا لتشاط لما بدوا هنا؟ لما بدوا هنا بس أنا أساساً سعيد يعني سعيد تمام هنا ممكن المشاهدين الكرام من يتكلم النهاردة على الأشياء التي تباع في شرم الشيخ ومدى إقبال للسياح العرب والأجانب عليها اللي هي حاجات كلها بتفكرنا بالتراث الأديم سواء كانت عقود أساور إيه ثانية عمعك سن جمال إيه؟ سن جمال سن جمال إيه نعم إيه آخر؟ وشغل بدوي يعني كفوف وكفاليديات وسكرابية إن شاء الله قول لي مدى إقبال للسياح الأجانب والعرب على شراء مثل هذه الأشياء يعني الشغل يعني حلو شوية كده وشوية كده يعني الأجانب أكتر من العرب برضك والله يعني بيمقبلين على شراء مثل هذه الأشياء التراثية اللي تعبر عن النظام الفدوي بشكل كبير بس أكتر هاي العشاب يعني حيات الشعبية العشاب 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 عندك عشاب إيه مثلا؟ عندي صمولة السكر المرض السكر إن شاء الله وحبك دل الماغس والأملاح والكار اللي أحكيات طبعا مستخرجة من الطبيعة كل هاي الطبيعة وزيعة حمضة للرمتازم والمصاجئ والخشونة إن شاء الله إن شاء الله خف مريم عبارة عن خف مريم صخيف مريم σخيف مريم هذا صخيف مريم عبارة عن كي بخف مريم بخف مريم وشكته كما تحطف مريم تحطف المأس لاحظ팅 واتحط getting Państwo من lifts meet في جميع البعض إن شاء الله هذه الوظIM minha أملاح مكمíficة يعني باعها بقصد Elizabeth بقصد فن مصر وقتكே بالأملاح لا ترى الكثير من الزبون الأجنبي لا لا لكن لنسبة الغضاء كالكيسة نعودها في هذه الزبون الغضاء يجب 30 جنيه نعم 10 زبان لا تجلب حماية هذه الحكاوة تجلب حماية تفرق بين الزبون العربي والزبون الأجنبي نعم نعم هل تتروح الأسعار من كم لكم هذه الزبان 20 جنيه والمصريين ومصريين وضعف الأجنب وضعف الأجنب وضعف الأجنب كم سنة أمسكين 9 سنوات 9 سنوات 9 سنوات فإنك تتروحه كم لك لا 100 أو المرتب مرتب 800 جنيه 700 جنيه و السكن على صاحب الشغل 700 جنيه في مدينة زي شرم الشيخ وهذا غلاء الفاحش الموجود فيها بكفوك؟ والله يعني بكفناش بس يوم الشغل يعني بتعوض الحمد لله واللي يوم المريحة بنتبه تخيلوا مشاهدين الكرام ان هو يسيب الصعيد وكل هذه المسافة يختحها عشان مرتب 700 جنيه طبعا احنا بنحيي فيه ان هو بيعمل ويبحث عن العمل ويكد ويكتهد طيب انت اقول لي الوضع عبل الثورة شفتوا اختلفوا عن بعض الثورة؟ اختلفوا بكتير طبعا حسن السياحة قالت مثلا؟ زلتوا بكتير جوه كمان او على الآخر والزبون عفش مبيبكي ازاي الاول يعني في الاول كان احسن دلك بيجينة يعني مش اللي هو برضك اللي عارف البلد والمفلس يعني بيطلوا روحنا يشتهاي حجنبي كده بيكون ضؤرم زي من ساميه يعني بيجي موسط كده اكتر من كم مرة وعارف حاجات سعرها كام يقول لك لا ديب تيم باوند بس انت بتولي بعشرين كتير وبتنين جنيه كم؟ وبتنين جنيه بتعمل اي معاه بقى؟ لا ده بمشي طبعا بتمسي بتلاي فاهم يعني ها بمشي اقوله لا ما عنديش وما ببعلهوش يعني بتمشي ما بتدوش الحاجة لا ما ببعلهوش ببعلهوش بالخسارة لو قلت بيطلوا بالخسارة حيقول لتنين ما حدش بش هبيله لحد طب ايفرض قال لك ان انا هاخدها بسعر مبتدها للمصري لا ما تدوش برضا وي عرفني انه ببيع الوضع مصري انا ارضا يجي لك السايح ده لو اجنبي واحد من السياح الاجان لكن لو واحد عربي طلع باسبور الاول لا برضاك نفس النزام يعني نفس النزام باسبوله شكرا جزيلا حبي ربينا بارك فيك رب الله يكرم من ضمن الحاجات ايضا اللفتت انتباهنا في مدينة شرب الشيخ ظاهرة الزواج باجنبيات كتير من شباب المصري في شرم الشيخ متزوج باجنبيات ولما تجي تكلمه متزوج باجنبيات يقول لك لان انا ما عنديش قدرة ان اتزوج مرأة مصرية النهاردة هتكلفني ايمة وشبكة ومهروم ومؤخر وشقة الاخ وما عنديش القدرة على كده وفي نفس الوقت انا شايف فتن قدامي بالهبول زي ما بنقول فعايز يعني اغض بصري واحصن فرجي فبالتالي ما فيش قدامي غير زواج من اجنبية ده غير لها مزايا بالنسبة لانه هو ممكن ياخد الجنسية لما يسافر معها من ضمن الشخصيات اللي كانوا معنا في مدينة الشرم الشيخ وبالحقيقة شخصية من واحد سعي جدا نتعرف عليه هو الاستاذ عبدالناصر شعبان احد مدربين الغطس داخل مدينة الشرم الشيخ وهو ايضا من المتزوجين باجنبيات نشوف في الاستاذ عبدالناصر شعبان ومعا طفلين زي العسل نديم وياسين ونرجع لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام من ضمن الحاجات المنتشرة عن شرم الشيخ والغرداء والاماكن السياحية هو ان كتير من شبابنا حينما يلجأ للعمل في مثل هذه الاماكن ويكون سنه مثلا في حدود 17 سنة 18 20 سنة في هذه السن المبكرة ومع هذه الفتن المنتشرة في شرم الشيخ وغيرها من الاماكن السياحية بيحاول انه يغض بصر ويحفظ فرجه فما فيش قدامه حل غير الزواج غير الطريقة الشرعية التي احلها الله عز وجل لنا طيب لما يجي يفكر في الجواز النهاردة ويروح يتقدم لأي وحدة مصرية موجودة هنا في مصر حماه يطلب منه ايه هيطلب منه شبكة هيطلب منه اي ما هيطلب منه عفش هيطلب منه شقة في المكان الفلاني كل الحاجة دي ان شاء الله كده ولد 30 40 سنة لو مكلوش حد يعملوا الحاجة دي او لم يقدر الله عز وجل سبب ملموس فعلا انه هو يتزوج في سن مبكرة لذلك كثير من الشباب المصري هنا هيتزوج بمرأة اجنبية وممكن تكون المرأة الاجنبية دي مرأة كافرة وممكن تكون المرأة الاجنبية دي مرأة تكبره اممكن بعشرين سنة او بخمساشر سنة وممكن ايضا تكون في سنه الزواج باجنبيات له سلبيات وله ايجابيات الايجابيات لكنهم بيكلمون عنها هو ان الزواج بمرأة مصرية مكلف الزواج بمرأة اجنبية هتاخدني وهتعليني معاه ونكمل مع بعض ويمكن كمان تاخدني ونروح بلدها واخد الجنسية الى غير ذلك من هذه الميزات التي يراها على حسب نظري انها مزايا وايضا لها سلبيات معنا احد التجارب احد الاخوة الافاضل الذي استضافنا هنا في شرم الشيخ وبالحقيقة صاحب فضل كبير علينا ومعنا في كل جوالتنا في شرم الشيخ معنا الأستاذ ناصر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك اولا على حسن الاصطدافة واكرمتنا واسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتك بداية حضرتك بتشتغل ايه هنا في شرم انا مدرب غطس هنا مدرب غطس بقالك كم سنة 24 سنة 24 سنة حضرتك اصلا منين انا من كفر زيات من كفر زيات محافظة الغربية يعني على تقريبا حضرتك جيت هنا عمرك كم سنة اه 20 سنة 20 سنة 20 سنة وتزوجت عمرك كم سنة اه 24 سنة انا عرفت هنا حضرتك طبعا من خلال عادتنا مع بعض حضرتك متزوج بألمانية ان شاء الله اسلامت لسه ما زالت اه الزواج بأجنبية ما كانتش ده عامل مثلا نوع من الضغط عليك عند اهلك لما قلت له انتزوج بوحدة ألمانية وخاصة انها مش مسلمة اه في الاول كانت يعني لازم مهد فسبحان الله يعني والده والدتي رضو فبسبب رضاهم انا توكلت على الله فاتزوجت وحدة ألمانية كانت بتختص معايا وبفضل الله سبحانه وتعالى انا عندي ياسين وعند نديم منها ياسين زي العسل او ما شاء الله زي عمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى بحمد الله سبحانه وتعالى ان انا بديت سفر بفضل الله كنتش مقلة من زواجك من أجنبية لا والله انا انا جوزتها لحب بفضل الله فبفضل الله العشرة طولت بغض النظر انا بقصد يعني مش قلق متوزوج انتزوج واحدة أجنبية تعتنق دين غير دين الإسلام ممكن زي بنسمع عن كتير من الحالات انه ممكن لما تنجيب منها ولقدر الله يحصل خلاف بتاخد أولادك والسافر برا كل الحياة دي ممكن تيجي في دهن الإنسان لما يرتبط بمرأة أجنبية طبعا حقيق بس بفضل الله دعا والد والدتي وفقني فربنا هداها ان هي استمرت معايا وعاشت معايا على الحلوة والمرة وسفرت معاها ألمانيا بس ما كنتش بحب يعني انا ما بحبش الصفر حشان انا عندي اخوات بنات والله ارحمه والد والدتي كنت لازم ببنا عين عليهم فكنت بشتغل وانزل كل شهر أجازة وارجع واتجوزنا وبقدينا في شقة صغيرة جدا حوالي خمسين متر فجوزنا فيها بصراحة كده يعني ما فكرتش قبل تما تتزوج بأجنبية لنت تتزوج بمصرية فكرت بس صعب ليه؟ الحياة غالية والمهر والدهب زي ما حضرتك قدمت المقدمة نفس هي دي بالزبط اللي انت قلت حضرك بالزبط والدتي لحياة جميلة والدتي لما بكون انت في شغل مثلا بتنزل انت عدريك طبعا بتنزل الميا فممكن تقول بالأسبوع بره بتقولي ان هي يوم صلات الجمعة بتاخد الأولاد بنفسها وتوادي يوم صلات الجمعة وده حقيق 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 يعني هي رغم ان هي مش مسلمة خالص وده حقيق وبفضل الله سبحانه وتعالك سبحان الله طيب عايزة تكلم معك برضو بصراحة فكرة ان انا مثلا يعني متزوج الان بامرأة اجنبية ولا تعتنق ديني الاسلام وانجبت منها ما مش خايفي على الأولاد من حيث انها حتى لو هي مش هتقولهم حاجة لكن بيشوفها مثلا بتمارس شيء معين او حتى في كلامها لما الأولاد بيسفروا ألمانيا عند جدهم ونينتهم هيشوفوا حاجات طبعا يعني لا يرضاها ديني الاسلامي مش خايف على أولاد حقيقي لا هو على حسب تربية انا لهم ومراطي ان انا محافظ عليها فهي شايفة ان انا محافظ عليها فبهذا يعني ان هي خايفة على أولادي نفس الخوف اللي انا خايفة على أولادي وبتعلمهم نفس تعليم الاسلام يعني بعدين هم بيأكلوا ان يأكل الخنزير وهي بتخاف عليهم ان يأكلوا الخنزير بتخاف عليهم ان هم يعدوا في أماكن مش مزبوطة زي اي واحد بيروح في اي مكان احنا زاعة عندنا في الفلاحين لو انت عاوز تمشي في الخير هتمشي في الخير عاوز تمشي في الشر هناك كمثل. لو انت عاوز تروح الجامعة هتروح الجامعة هتروح البره هتروح الباره. تمام. انت على حسب قيمك واخلاكك الدينية واخلاكك اللي انت تعلمتها من الاهل من الاساس. البيت اللي هو متدين هيعلم ولاده التدين. والبيت اللي مستدين هيعلم ولاده. تمام. حضرنا طبعا ننتين حضرك من الارياف الفلاحين. انا عزيز كلم في الاول على عدات والتقاليد وعلى ايضا مبادئنا الاسلامية. وغيرا عداته تقاليد جماعة الفلاحين في الارياف اللي هو متمسكين جدا اكتر بتعليم الاسلام. عندهم عداته تقاليد لا ينفعش نتعدها. حضرك من خلال ما ربيت. يعني مش خايف مثلا على الاولاد ان هم يربوا في مدينة فيها السياحة بهذا الشكل. فيها الفتن المنتشرة بهذا الشكل. الواحد ربما لا يستطيع حتى انه يغض بصره. يعني في كل مكان. مش خايف على اولاد انه يربوا في بيئة غير صالحة او في بيئة مليئة بالفتن. فالولاد ربما انهم مهما كنوا متربيين. لكن ربما الشيطان يراودهم الاشياء يعني اللي يرضى عنها الدين الاسلامي. حجيج يا شيخ بس انت ما انت قلت. انت عاوز تربي. انا 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 بربي يالي على قيم الفلاحين. اللي هو الاصل بتاعي. البداع الاسلامية اللي احنا تعلمناها في اهلين على مهنة في الارياف. فانا بعلمهم بنفس النمط. نفس الطريق. انا عاوز باخدهم. ده السبب ان انا ممكن اخدهم ديسكو تيج بالليل. وممكن اخدهم جامع او يعودوا في حفلة دينية. او في دارس دين. فانا باخد اولادي للحاجات اللي دي. فانا بتمنى للاولادي وبدع لهم الله سبحانه وتعالى انهم يديهم. وده بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن ان حتى سمعت ان حضيك عايز تنقل الى مكان اخر حفاظا عن اولادك من الفتن ايضا. لا لا حقيقي. انا لو نيلت من شرم الشيخ حنق المكان حشان اه بقى يعني انا كبرت في السن فبتمنى الاولاد انهم يشوفوا كل شيء. ويدقلوا في عيلتي يعني يعرفوا اهلي كويس ويعرفوا اخواتي كويس. عشان يتعلموا عشان انا محدش يعلم انه واحد يعني. ماذا قلت لي من من كفر الزياد؟ من قصطة. قصطة قرية في كفر الزياد. ممكن من الجميل اوي ان احنا معنا ياسين. وكنت باسأل ياسين بقى ياسين بقى قعد في شرم الشيخ وامه المانية. فبقول له ياسين بتحب شرم الشيخ اكتر ولا قصطة. نسمع ياسين بقى يقول لنا ايه؟ شرم ولا قصطة؟ قصطة. قصطة؟ اه. اشمعنا قصطة يعني احنا بروح ناكل البهايم و بروح ناكل مع البط والوز. وهنا شايف شرم الشيخ بجمالها الرائع والمدينة الخلابة دي. وناس كلها بتحب تيجي شرم. اشمعنا قصطة يعني. عشان اه عن فيها صحاب يعني. ايه تاني غير الصحاب؟ اهلنا طبع. بتحب تروح هناك قوي؟ اه. وتحب تروح الغت كمان؟ اه. بتعمل ايه في الغت؟ اه اشتغل. تشتغل في الغت؟ اه. يا راجل. اه ده الماني فلاحة. لا ما شاء الله وياسين معنا في صلات الجمعة ومعنا روحنا عندهم البيت واكرمنا واستقبلونا احسن استقبال. قولي بقى انت المشيخ اللي بتحب تسمحهم مين؟ شيخ الزعبي. الشيخ حمد الزعبي. اه. اه. ومين تاني؟ شيخ ايمان. ايمان مين؟ ايمان صدح؟ اه. بتحبهم ليه بقى قولي؟ عشان اه بسمع لهم اه سمعت لهم خطبة في جامعة مصطفى. في جامعة مصطفى ما شاء الله ويجووا عندكم البيت؟ اه الشيخ ايمان بس. الشيخ ايمان صدحة لكم؟ اه. مشاء الله. وولي حافظ حياة القرآن؟ اه. حافظ ايه؟ قل هو الله وحد. يلا سمعنا كده وقولي المشاهدين كده وريهم دين تحافظ ورد قل هو الله وحد. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحد. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد. ما شاء الله بطل. وولي انت عايز تكمل القرآن؟ اه. تحفظ كله؟ اه. ان شاء الله بإذن الله. تعال كده. اسمك ايه؟ نديم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين يا كان عبد ويا كان السعين عندنا صراط المستقيم. صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بطل بطل. قولي عندنا احنا. قولي انت بتصلي كل الصلاوات؟ اه. طب قولي الصلاوات هي ايه؟ الصبح. اه. العصر. مش الظهر الاول احنا عندنا في المنصورة الظهر الاول. عندكم شرم العصر الاول؟ لا. الظهر الاول اه. ها. العصر. الظهر والعصر؟ نغرب. ليش. وقل لي بقى انت بتحب قصطة اكتر ولا شرم الشيخ؟ قصطة. قصطة. ايه لعيال من هم انت ما هم فلاحي ليه كده. قصطة ليه بتحب قصطة ليه اكتر؟ عشان بلد. بلدك؟ مشاء الله. مشاء الله. طب قصطة ولا المانيا؟ قصطة. مشاء الله. يمكن دي دعوة لزيارة قصطة بنواجها من خلال البرنامج مع الشباب. قصطة شوء الشباب الاولاد الصغيرين مرتبطين او ببلادهم ومرتبطين او باهليهم. ايه قولي الاول سينتا. السلاة العصر كم راكعة؟ اربعة. والظهر؟ اربعة. والمغرب؟ التلاتة. والعيشة؟ اربعة. والفجر؟ اتنين. ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب. نسبة الزواج باجنبيات في شرمة او في اغيرها الماكنة السياحية شايفها كبيرة؟ طبعا كتير. الغرض الاساسي من الزواج هل بيقى مثلا غرض الحصول على الجنسية ولا بيقى الغرض من وجهة نظرك؟ كتيريii�ند ، دول التدمير . ولتقول لي ان الزهجة الى الان ليس سلم حقيقة بس أنا بتمنى من الله لن تهدي من أحبابتي ولكن الله يهدي من يشاء وبتمنى من الله أن يهديها كان والدي والدتي بيدعولها بالهداية كل جرايبي وكل إخواتي بيدعولها بالهداية سبحانه وتعالى اللي أنا شايفه أن هي يعني على عددك بتقولي مبارح أن أنت قلت لها أنا مش هروح لحاجة من غيرك وده حاجة هيجة أنا نفسي أتمنى من الله زور بيت ربنا سبحانه وتعالى وأولاد معايا وامرات معايا إن شاء الله على كل حال ساعدنا بهذا اللقاء شكرا جزيلا لك والياسين نورتنا ياسين النهاردة وننورت خانات الرحمة تتفرق على خانات الرحمة؟ ساعد ساعد نعم عندنا بردنامج سماع الشباب يأتي كل خميس ساعة تمانية تتفرق عليه تتفرق عليه من الخميس الجاي متفقين؟ إن شاء الله تتفرق عليه عشان أنت هتطلع فيه ألا تتفرق عليه عشاني 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 أنا عشان أنت هتتتلع فيه أنت راجل صريح تتفرق عليه عشان أنت هتتطلع فيه؟ بعد ما أشوفوا نفسك ما عدوش هتتتفرقوا عليها؟ لا إن شاء الله لا قولي حقيقة لا تخافش من بابا قولي حقيقة هم بيكتلبوا على لا الشباب ما شاء الله عليهم صراحة جدا وده دليل ومربين على الصدق لأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يبارك فيهم يبارك في المسادة ناصر وياسين ونديم وربنا يا رب يبارك فيكم وزدكم من تقدم إلى تقدم آخر أنا بس بجدم شكر لقناة الرحمة بشكر شخصيا الشيخ محمد حسان لأنه كان ربنا جعله سبب أن أنا كنت مسافر من شرم الشيخ لبلدنا وسمحت الشريط بتاعه كان في اليوتوبيس عن الصلاة فمن ساعة هذا الوقت ربنا هداني على أيدي الشيخ محمد حسان وصليت والتزمت في الصلاة ما شاء الله ربنا يبارك فيكم وتعطش كل الموجودين في شرم الشيخ للدعوة إلى الله عز وجل ويحبوهم لمشايخنا لمشايخ الدعوة السلفية ده أبرز دليل على مدى انتماءهم ومدى فعلا حرصهم على تعليم الدين الإسلام وعلى تعلمه ما شاء الله نسبة كبيرة جدا بيعتنقوا الإسلام نسبة كبيرة جدا بيحفظوا كتاب الله عز وجل وحرصين أن أولادهم يكونوا متواجدين في الصلاة الخمسة في جماعة حرصين أن أولادهم يحضروا المحاضرات والأكتر من كده اللي أنا شفته أنهما كمان حرصين أنهما يربطوا أولادهم بالمشايخ يعني لما يكون الشيخ موجود يقول الشيخ سلم على الشيخ ويدعيله لما يخذ الشيخ عنده في البيت ويعلم أولاده كيفية استقبال المشايخ كيفية احترام المشايخ إلى غير ذلك من هذه الأشياء في الحقيقة خيرات كبيرة جدا في شرم الشيخ مع وجود السلبيات ما فيش بلد أصلا في أي مكان في العالم إلا وفيه إيجابيات وفيه سلبيات رحلتنا في شرم الشيكة رحلة رائعة وإن شاء الله في جولات أخرى نلتقي وألقاكم بعد قليل قبل ما أنسى كمان مشاهدين الكرام عايزة أوجه الشكر والتغذيل زمنا صحفي الأستاذ علي الكشوطي في جريدة يوم السابع على اهتمامه بأخبار برنامج مع الشباب وأيضا نشر كل ما يخص برنامج مع الشباب من خلال جريدة اليوم السابع من الحاجات الجميلة والرائعة في مدينة شرم الشيخ البحر ونقاء المية يعني تبقى واقف على الشط من فوق وشايف السمك بيمشي قدامك وكأنك قاعد تحت معهم وبشوف الشعب المرجانية بهذا الجمال الرباني صنع الله الذي أتقن كل شيء لما نزلنا البحر في جورة غطس مع الشباب وكان الأستاذ نصر شعبان ومحمد ربيع تقريبا وأخوه في الحقيقة رأينا تحت ما لا نستطيع أن نصفه لكم بالكلام يعني مهما وصفت لكم الجمال اللي تحته مهما وصفت لكم أن كل الأسماك اللي شفناها يعني عايز أقولك أنه في السمكة حتى سادة تلاقي السمكة أدي كده وكده وكبير وصغير بكل الألوان التي تتخيلها والتي لا تتخيلها وأيضا الشعب المرجانية الرائعة والله لو واحد شفها يفكر أن في حد رصصهم بهذا الدكور الرائع لكن لا نقول إلى أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء دخلنا المياه لكن يمكن الصور مش جاهزة معنا الوقات لكن ممكن نشوف الشعب لما طلعنا معهم من البحر وتكلمنا معهم عن الشعب المرجانية وما رأينا وتحت الماء نروح للشعب ونرجع لكم مرة تانية مشاهدين الكرام كما وعدناكم وعودنا إليكم وفقرات متنوعة من برنامج مع الشباب وفي هذه المدينة الرائعة ذات الطبيعة الخلابة مدينة شرم الشيخ وزي ما تشايفين لسه طلعين من المياه والشعب المرجانية مهما وصفت قدرة الخالق عز وجل وصفاء ونقاء المياه الموجودة في شرم الشيخ مش هعرف أقول لكم بالشكل المفروض أنه بأكون راضي عنه يعني لكن على كل حال عشان ما أطولش عليكم أتعرف على الغواصين الماهرين اللي كانوا معايا تحت في المياه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصلنا للكاميرا الأول اسمك؟ سيد أحمد شحات منين يا سيد؟ كفر الزيات سينا ومرحبا واسم حضرتك؟ محمد شحاتا كفر الزيات بتشتغل لأي محمد؟ غواص إن شاء الله مدرب غاطس بتشتغل مضوات من زمن؟ آه بقى لسبع سنين كده سبع سنين؟ سبع سنين واللي بقى لما بتنزله تحت في المياه يعني شعور الناس اللي بيقوا معاكم ايه يعني يكلمنا عن الشعب المرجانية تحت الأول والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا backwards زي ما حضرتك شفت تحت المياه ما شاء الله المياه تحت والشعب المرجانية ما شاء الله الناس طبعاً بتنزل بتنبهر الكلام ده البحر الأحمر مش موجود في أي مكان في العالم طبعاً في مصر بس والحمد لله ده من أجمل البحار الموجودة في العالم كله والشعب المرجانية ما شاء الله بتنزل تحت طبعاً بتحس إننت في عالم تاني خالص كل ما بيكون أعمق بتهالي الجوة بيبقى أحسن فيه أماكن فيه بيبقى فيه أماكن بيجينرس أو أماكن لناس مبتدة وأماكن لناس محترفة أنا بقى محترف وأنا مبتدئ قول الحقيقة الحقيقة ده مكان للمبتدئين بس حسبك معي بعدين بس ما نطلع بره بس فيه أماكن طبعا للناس المحترفين أماكن ما شاء الله طبعا أما بتنزل ما تتخيلش الموقف ونتخيلش الشعب المرجنية وجمالها والسمك طبعا تلاقي قروش تلاقي فيه حاجات جميلة ما شاء الله على ذكر القروش لما تنزل تحت ما بقاش فيه حاجات مفترسة مثلا حاجات يتخاف منها وكده الحمد لله طبعا في البحر الأحمر ما فيش أي مشاكل بالنسبة للسمك بالنسبة للقروش طبعا ما فيهاش أي مشكلة غير المحيطات والأماكن التانية هنا البحر ما شاء الله بتنزل ما فيش أي مشكلة بالنسبة للسمك والشعب المرجنية زي ما حضرت لك شوفت رائع 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 نان شاء الله فأوصف لمشاهديننا الكرام مدى الجمال الموجود وخلق الله عز وجل وصنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء سيد كلمنا عن الغطس بالنسبة للسياح بالنسبة للمصريين أسعار الغطس إيه للمساعدين مترقيين أسعار إيه للمحترفين أعسس المشاهدين نعرفهم على مضو حضايق والله أسعار الغطس محددة دايما في الدايفينج سينتر أي دايفينج سينتر بيحط الأسعار البلايس لستي بتاعته بيحط الأسعار لأي لمعظم الناس بالنسبة للسياح لهم سعر خاص لأنهم بيجوا طبعا من كل بلادهم هنا لشرم الشيخ اللي يشوفوا الجمال اللي عندنا ده الشعب المرجانية بالنسبة للمصريين طبعا لهم أسعار خاصة برضو تقولتين أن المصريين الأولى بالمانسة بس قولي الأسعار يعني تتراوح من كام لكام هو بالنسبة للمصريين 250 جنيه دي بالوقت ساعة ولا نصف ولا ايه 20 دقيقة تحت الماية 20 دقيقة ب250 الأسعار بتبقى حسب الدايفين سنتر أو حسب مكان مركز الغوص اللي بيختصوا فيه بالنسبة للمصريين طبعا لأن الحالة المادية ما بتبقى إزاي لأجانب فبيبقى لهم أسعار معينة حتى ما المصري بالنسبة لأجانب أديه لا بالنسبة لأجانب بتتراوح ما بين 60 يورو إلى 70 يورو أو 75 يورو سوي كم مصري تقريبا للمصري ممكن 500-600 600 جنيه مصري أه يعني تقريبا كل حاجة بالنسبة لأجانب ضعف المصريين أه ففي الغدس لو أنت بتقوم كويس ومتعود أن أنت تلبس المسك واللي هو السنوركل فبالنسبة لغدس فبتكون أنت متعود والريد أن أنت تلبس مسك والسنوركل فمع الغدس فبتكون متعود أن أنت تتنفس كويس أما بالنسبة للمصريين طبعا وليل جدا لما يطلعوا مصيف ويتفسحوا لا وغير مصيف يعني النهاردة لما روح أصيف راس بر ولا أسكندرية ولا جامس ولا بلطين ما فيش فيها الكلام ده أصلا يعني أدوبة الواحدة ينزل يقوم تحت المية هنا ويطلع ويفكر نفسه غواص مهر فلكن ما فيش موضوع أن ننزل ونشوف شعب مورجانية وحيات زي كده لا هو بالنسبة له عشان موضوع النضارة أو المسك فهو ما بيلبسه وبيبع حاجة جديدة عليه فطبعا هم بتعود تنفس من مراخيره دايما طول وقت فما بيلبس المسك فبتلاقي النفس إيه عاوز من بؤك بس تتنفس قول لي أنت أول ما نزلت بقى أول ما جيت هنا شرم وتعلمت الغوص ونزلت كان شعورك عامل إزاي طبعا أنا أول ما جيت هنا شرم أنا نزلت مع واحد روسي فطبعا ما شرح ليش أي حاجة دي شاي منه حاجة كنت لسه ما بتكلمش أي حاجة فقال لي تعالي أخذك تختص فنزلت معاه طبعا ما كنتش بعادل الضغط زي ودن الودان طبعا بتوجع لو معدلتش الضغط مع أني علمتك يا إخي بس أول ما تتعلمش فطبعا أول ما نزلت شفت دنيا تاني أنا كنت جاية هنا بتفسح فشفت حياة رهيبة تحت المية سبحان الله سبحان الخالق فبدأت حطيت في دماغ الغطس فبدأت أعمل كورساتي وتعلمت وبقت مدرب غطس الحمد لله أنا عايز أقول للمشاهدين على حاجة أنا جوني داخلين على سنشوف شعبة مرجنية ونطلع نعمل حوار أنا بصراحة ما كانش عندي ثقة أنه أطلع يعني أنا داخل ولا داخل أعمل بشادي شاتين دايما ما عنديش حساس أنه أطلع الواحد بيخايف جدا الموضوع يعني عايز جرأة وفي رهبة عند الواحد من نزول حاجة أو عالم جديد الواحد الأول مرة بشوفه كنا منسمع عنه بس الشعب المرجنية قلت لي برضو أول ما نزلت إيه أكتر حاجة بهرتك والله فيه أنواع كتير من الشعب المرجنية في البحر الأحمر وفيه أنواع برضو من الأسماك كتيرة برضو بس فيه اللي هي الشعب المرجنية اللي هي صوفت كورلز أو اللي هي الشعب النعمة دي بتبهر أي إنسان وفيه هنا حاجات كتير منها في البحر الأحمر فبتنزل ماشاء الله بحاجة جميلة ماشاء الله وأنا بقى مش عايز أقول للمشاهدين على جمال السمك بقى يعني ألوان لا تتخيلوها والله والسمكة بقى أحجامي يعني تلاقي سمكة مثلا كده وكده وكده والسمكة فيها ماشاء الله على جميع الألوان ده الواحد يواف يعني أنا وانا وايف معكم الوقتي لو بصينا هلاقي السمك ماشي معنا كده عادي ولذلك الصدمة منوع في المناطق اللي زي كده على أساس إن كل السياحة وكل العرب والمصريين لما يجوا يستمتعوا بجمال خلق الله عز وجل دون ما يكون السمك خايف إن حدا يصطادوا فبتالى ماش برحته يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعمر مصر دائما وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمين سعيدنا جدا بوجودنا معاكم أمتعتونا وصهرناكم معنا من مبارح فربنا يبارك فيكم ويجعل هذا العمل في مزان حسناتكم ويحفظكم من الفتن يا رب العالمين إنه وليه ذلك والقدر عليه ومشاهدين الكرام كان دي جولة من داخل البحر في مدينة شرم الشيخ والشعب المرجانية حابنا ننقلها لحضراتكم وإن شاء الله أظن من خلال كلامنا أنا بكلم كل وقت هتشوفوا الفيديوهات اللي صورناها من تحت يعني كانت معنا الكاميرا تحت مع الشباب بيصوروا صور فوتوغرافية عادي وبيصوروا أيضا بالفيديو على أساس إن إحنا ننقل لكم اللي شفناه تحت بالصوت والصورة لأن مهما قلنا ومهما وسطنا لكم جمال خلق الله عز وجل وقدينا قوت الماء تحت الماء مش هنعرف نصفها لكم بالشكل الصح لذلك صورناها لكم فيديو وإن شاء الله نعرضها لكم أو بتلكم تتعرض معنا الوقت وإحنا بنتكلم شكرا جزيلا أهلا بكم مشاهدين الكرام نتمنى أن تكونوا قد أعجبتم بما أعرضناه على حضراتكم وعايز أقول أيضا أن هناك كثير من الكواليس التي لم نعرضها لضيق وقت الحلقة موجودة على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك سواء كان صور أو فيديو موجودة الآن يعني أي حد يدخل على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك الآن يجد صور وفيديوهات من داخل أعماق البحر وكواليس لم نستطع أن نعرضها في الحلقة لضيق الوقت يعني قبل من سأود أن توجه بخلص الشكر والتقدير باسم أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة للحق جلال إسماعيل رئيس مجلس إدارة مسجد المصطفى ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ على حسن استقباله لأسرة البرنامج وعلى كرم استقبالهم في الحقيقة يعني أكرمون جدا ناس أقول الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في وزان حسنتهم وأيضا نتوجه بخلص الشكر والتقدير لأخي آل حبيب الأستاذ أشرف أبو رحاب أيضا من إخواننا التي تعرفنا عليهم في مدينة شرم الشيخ وأيضا الأستاذ عبد الناصر الشعبان الذين أكرمونا جدا في الحقيقة ويسين ونديم وكل الشباب اللي تعرفنا عليهم في مدينة شرم الشيخ حتى كوميديان شرم شمس ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم استمتعنا جدا بالرحلة قضيناها في شرم الشيخ وأيضا كانت فرصة سعيدة جدا أن نتعرف على كل الشباب الذين تعرفنا عليهم هناك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن نلقاكم إن شاء الله يوم الخميس القادم ولقاءات جديدة ومفاجئات جديدة أيضا من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب ألقاكم يوم الخميس قبل هذا التوقيت بساعة لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته